هل حبوب القهوة الخضراء تخفض الوزن؟ الأهوة الخضراء تناولها كحبوب معالجة أو تتوفر بالصيدليات بدون وصفة طبية أحياناً تعتبر غير صحية أبداً أولاً لأن هذه المواد غير مدروسة علمياً وغير متبتة علمياً علاقتها بتخصيص الوزن وبالتالي هي مادة تعتبر غير فعالة أو ما نعتبرها وسيلة من وسائل تخفيف الوزن لكن تناولها كشهاي ممكن ينصح فيه بمعدل معتدل مرة إلى مرتين باليوم ومع مصاحبة نظام غذائي صحي وأسلوب حياة صحي مع حركة ونشاط أو رياضة لكن وجودها في شكل حبوب وتناولها بمعدل غير معلوم أو غير مدروس أو من الشخص نفسه بدون استشارة أخصائي تغذية مطلع أو طبيب مطلع على النواحي الغذائية من هاي المكملات الغذائية يعتبر في بعض الأحيان خطر على الصحة لأنه ممكن تأثر على القلب ممكن تأثر على الكليتين ممكن لها تأثير سيء جداً على الدماغ فبالتالي ما في دراسات طويلة الأجل أجريت على هاي المواد وأثبت فعاليتها بالدرجة الأولى فننصح بعدم شراءها أو تناولها إلا بعد استشارة أخصائي تغذية مع برنامج غذائي معروف وفي نفس الوقت يكلها جانب علمي ممكن في أحيان كثيرة ننصح فيها ما إلى هاي التأثير ما الفائدة من تناول الحبة من هاي الحبوب وفي نفس الوقت تناول كمية كبيرة من السعرات الحرارية اشتركوا في القناة